السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة اخرى مسيسيلات شهيوات رايحانة كمال نقدم لكم اليوم كيكا هشا ورطبة بالتفاح مع السل والكريمة كجي من اروع ما يكون سهلة في تحضير كتستحق تجربة ديالكم بغيتكم كلكم جربوها باذن الله هذا هو الشكل ديالها النهائي كدجي ممتازة نمر المقادر والطريقة اول حاجة غدي نحضره تفاح مع السل عندي هنا يا في كاسرونة وضعت ملعقتان ديالسكار سنيدة نصف ملعقة صغيرة من القرفة ملعقة صغيرة من زبدة تكون نوعية جيدة خاصة بالاكل وتفاحة كبيرة ولجوج ديال تفاحات من الحجم الصغير انا مستعملة تفاحة واحدة مقشرة ومقطعة مربعات صغيرة وضعتها فوق النار حتى تعصليها تفاح ونخليه جانبا كي يبرد نحضره الكريم باتيسير عندي هنا ملعقة ثانية سكار سنيدة ملعقة كبيرة من بودرة الكريم باتيسير وكيس سكر فانيلا وكاس ديال الحليب مايو عادي المياه وخمسة ملاليطغ طريقة سهلة كنضيف الحليب على المكونات كاملة وكنخلط خارج النار فوق النار كنحرك بملعقة خشبية حتى كنحصل على خاليط اللي كيكون شوية كاتيف خارج النار كنستعمل طرعب يداوي وكنضيف ملعقة صغيرة زبدة اللي ممكن تنسموه هناك بالقشر ديال الحامض كذلك ونخليها كتبرت جانبا نحضره الكيك عندي ثلاثة ديال البيضات رشة من الملح كاس من عصير المانداريل او البرتقال كاس ديال سكر سنيدة وكاس ديال زيت القياسات تأخذ بكاس شايل عنبه طريقة سهلة لتحضير ديالها كناخد الكاس ديال العصير او الخلاط الكهربائي لكم الاختيار كنوضع ثلاثة ديال البيضات مع رشة من الملح وكاس ديال الزيت وكاس ديال السكر في المرحلة الاولى كنطحن هاد المكونات او كنخفقهم مجيدا عاد كنضيف عصير البرتقال اللي ممكن تعاوضوه بعلبة ديال الياغورت طبيعي يكون السوس وزن 110 جرام كنضيف هناك الكاس ديال العصير انا هنا مستعملة الماندارين ونعاوض نخفق للمرة الثانية فقنا احكيز قشرة من ديال ليمونة حامضة اللي ممكن يعاوضها بكيس سكر فانيلا كتحنوه مع البيض والسكر وباقي العناصر الاولى هنا كنضيف الكاس الاول ديال الطحين كتكون عندي كمية ديال الطحين مغربلة وكنبدأ كنعبر بالكاس الكاس الليول كما لحتوا معايا كاس مملوء وكنخلط بواسطة الطراب اليداوي غالبا كتاخد معانا جور كيسان ونص ديال الطحين كنضيف هنايا الكاس الثاني ديال الطحين وكنخلط للمرة الثانية كيكا كتجي هائلة معتبارة لديدة بزاف خصوصا الى بردات هنا عندي نص كاس ديال الطحين كيما كتلاحظو مازال مستعملش الخميرة عندي هنا عصير الحامض اللي كيبقى مسألة اختيارية ممكن مديروش مقدار ملعقتان كبيرتان وجوج اكياس من خميرة الحلويات المجموعة 14 جرام وكنخلط العناصر بالطريقة العادية هناي كنضيف ملعقتان من عصير الليمون الحامض بما اني استعملت القشر اللي ما بغاش يدير عصير الحامض ما يديروش نهائيا كيما ممكن تضيفوه في المرحلة الاولى قبل ما تضيفوه بحين كنخلط مزيان اخر حاجة هات غادي نستعمل الخميرة ديال الحلوة مجموعة 14 جرام كنحصل على قوام ديال الكيك اللي كيكون منساجين ما خصاش تكون تقيلة بزاف وما خصاش تكون خفيفة بزاف مقادير هي مدبوطة وصفة ناجحة مئة في مئة هادور القوام المحصل عليه كما كتلاحظو كناخد قالب ديال الكيك قياس 22 و 24 سنتين ما خصوش يكون كبير ما خصوش يكون صغير بزاف مدهون بالزبدة ومرشوش بالطحين كما ممكن تفرشو ورق سوفي غيزي ودهنو بشوية ديال زبدة باش كيجيكم انكم تقلبوها بكل سهولة او كتتفادوا ان الكريمة كتنزل الاسفل لاحظو معايا القوام ديال الخليط شوية تقيل والكريمة ضروري تكون باردة داك الشي عداش كنحضرها هي للولا خصتكم باردة ماشي سخونة كنأكد ان الكريمة خصتكم باردة كنضيفها بواسطة ملعقة من الافضل كنفرغ الكيمية كاملة اللي بيخليها تكون شوية عاقدة للاختيار هاكا كتبقى خفيفة كتجي افضل كتبقى على السطح ديال الكيك يعني ما كتتهبطش بالاسفل كنفرغ الكيمية كاملة بشط ان الكريمة كتكون باردة داك الشي عداش كنحضرها هاي اللولا هي و تفاح مع السل بالنسبة للتفاح ممكن تديرو وجوش ديال التفاح هات كما دكرت ليكم ساقيت تنفرغ الكيمية كاملة عاقدة كنوضع تفاح مع السل اللي حتى هو خاص يكون بارد ماشي سخون والفران فهاد الاثناء اراني شعلته فرن الغاز نار من اسفل فقط الكيك ما كنشعلش عليه الفوق نهائيا تفاح كنضيفو بهذا كسيرو اللي طاب فيه كيكون مع السل كما كتلاحظو غرز زبدة والسكار والقرفة هادي المكونات اللي كينا كيجين مدق ديالهم رائع جيتا اللي بغاي يغطي الوجه ديال الكيك كامل بمكسرات بحال لوز ايفيلي بحال القرقاء كيعطيوه قرمشة اكتر انا غادي نخلي اللوز ايفيلي حتى الاخير حتى الطيب الكيكا كيما ممكن ديرو فاد المرحلة بعد ما توضعو تفاح لي حتى هو كيكون بارد كنفرغ الكيمياء كاملة وكندخل الفران فورن الغاز النار من اسفل فقط فورن متوسط درجة الحرارة مخصوش شي يكون اه مرتفة في حدود خمسة وثلاثين حتى الاربعين دقيقة كتاخد اه الوقس ديالها في الطيب كتجي شيشة وارطبة بزاف واخدها واحد اللون اللي داها بيه من حمر كنخليها كتبرد في المول ضروري ما تبرد هنا حمر شوية ديال اللوز ايفيلي هو باش غادي نزين الوجه ديالها غادي ندهنها بشوية ديال المربة ونوضع لها رقائق اللوز هنا باش تأكدوا انها طيبة مزيان كتاخدوا عود خشب كتدخلوه كتخرجوه كيكون ناشف ما فيش العجين نهائيا تأكدوا ان الكيك ديالكم راه طيب مزيان والكيك غالبا كياخد اربعين دقيقة فورن متوسط درجة الحرارة كنخليها كتبرد كنأكد ديال انتب شوية ديال المربة ووضعت لها رقائق اللوز وهذا هو الشكل ديالها النهائي كتجي معتبرة رديدة بزاف خليوها تبرد عد حيدوها من المول وقدموها بصحة وراحة لأفراد الأسرة ديالكم راها كتجي هائدة وبصحتكم وراحتكم كانت معكم رايحانة كمال وانطلقوا في فيديو جديد في امان الله شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر